موسيقى أهلا بكم حلقة جديدة من المدار وتتابعون فيها موسيقى شهداء وجرحى مدنيون بصواريخ الحوثي في مأرب موسيقى اتهامات أممية للحوثيين ومساعي للشرعية لتحقيق هدنة جديدة موسيقى وانتحار نزيلة في السجن المركزي بصنعاء جراء تعرضها للتعذيب موسيقى أهلا بكم البداية من محافظة مأرب حيث استشهد ستة مدنيين وجرحى عشرة آخرون بينهم أطفال ونساء بعد استهداف ميليشي الحوثي الإرهابية المدينة بثلاثة صواريخ باليستية بعد أشهر من الهدوء نتابع هذا التقرير حالة من الهلع والخوف والفزع عن ثاب المواطنين في مدينة مارب نتيجة صوات الانفجارات وتطاير المقضفات من المنطقة الثالثة صوب منازل المواطنين في المدينة ليلة سوداء عاشتها مأرب بعد أشهر من الهدوء الحذر وتوقف الانفجارات والقصف العنيفة جريمة جديدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين خلفت ستة قتلى وعشرة جرحة بينهم أطفال ونساء نتيجة الانفجارات والقذائف المتطايرة التي شهدتها المدينة عقب الاستهداف الحوثي وفق مسؤولين عسكريين ميليشيات الحوثية الإرهابية الإيرانية كل يوم تثبت لليمنيين والمنتمع الدولي بأنها قماعة إرهابية والسلام الذي تتغنى به هو قتل الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل وآخرها جرائمنا يوم أمس أطرقت واب بصريحة مدينة مارب حاجة مرعبة لا أعلن بها إلا الله استمر ربع ساعات والسلاح فوق المواطنين النازحين ولي مريض مريض ولي في المستشفيات اتقوا الله يا أهل الخليج ويا حوثي اتقوا الله في نفسك حرام عليكم يا عربي يا مسلمين المسلم من أسلم آخيها المسلم من لزانه ويده يا ناس لا عددتنا بكتاب الله ولا بسنة محمد رسول الله اتقوا الله في المساكين تنت البنات عد واحدة في عمر الزهور وطفل ابنت ثالث سنين اتقوا الله يا ناس خافوا الله المساكن منان المستشفيات وناس ما بيقاتلكم شي ناس ما بيقاتلكم شي من أهل البلاد هؤلاء من أهل حريب محافظة مارب اتقوا الله في أنفسكم حسبنا الله نعم الوكيل هكذا بدت مارب جراء القصف الحوثي بعد توقف دام أكثر من ستة أشهر حرب يدفع ثمنها المدنيون في مارب واستهداف يبدو أنه سيفتح صفحات جديدة من فصول المعاناة في ظل التعاضي الأمم عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران أطفال بعمر الزهور يغادرون الحياة التي لم يعرفون منها سوى الآلام والمعاناة وأشخاص أعتقدوا أن مخيمات النزوح قد وضعت لهم بعض الدفء والأمان بعد أن رحلوا من مناطقهم قصرا لكن الموت لا يزال يطاردهم وبات الشتات والنزوح هاجسهم الوحيد بعد أشهر انقضت تعود ميليشيات الحوثي مجددا إلى سهداف المدنيين في محافظة مارب وها هي أول حصيل لضحايا استهداف صاروخ باليستي بعد انقضاء الهدنة بل تؤكد المعلومات ثلاثة صواريخ باليستية ولا يزال هناك العديد من الضحايا السقطوا بالعشرات وصلت عدد من الضحايا إلى هيئة مستشفى مارب العام قسم الطوارئ ثلاث وفيات الطفلة رحاب خمس سنوات والطفلة رموش سبعة ستعاشر سنة والطفل شعلان سبعة عشر سنة بالإضافة إلى عدد من الجرحاء كما بلغنا من مستشفى الجوف للطوارئ المتواجد في صحن الوطن بحالة وفاة وخمس حالة جراح متفرقة بين خفيفة ومتوسطة وبليغة من بينهم أطفال طبعا متعودين على مثل هذه الهجمات الإرهابية والإرهاب الحوثي طال كل بيت يمني لم يخلو منه أحد ولم يسلم منه أحد من يحمي المدنيين من آلات الموت الحوثية وسوارخها القاتلة تساؤلات تدور في أذهان المواطنين تبحث عن إجابة وسط ترقبا مخيف عن قادم الأيام وما قد تشهده من استهداف للمدينة وقتل للمدنيين وترويعا للنساء والأطفال عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب الاستهدافات الحوثية للموانئ النفطية والأحياء السكانية في عدد من المحافظات كشفت عن التوجهات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران المزيد في سياق هذا التقرير الجرائم المروعة والمتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات والميادين والتركيز على استهداف المدنيين تدون تاريخا ملطخا بدماء الأبرياء والأطفال ترتكبه هذه الجماعة في محاولة مكشوفة لربط اليمن بأضمع إيران في المنطقة العربية مراقبون يرون أن الجرائم والانتهاكات الحوثية للهدنة الإنسانية المنتهية مطلع أكتوبر الماضي وما تلا ذلك من اعتداءات إرهابية على الموانئ النفطية والأحياء السكانية في تعز ومأرب والظالع ولحج تهدف بشكل رئيسي إلى مضاعفة المكاسب التي تحققت للميليشيا بالهدنة وتريد ابتزاز المساعد الدولية الأوروبية والأمريكية بالتحديد لتلبية مضالبها المتعلقة بمرتبات جيشه العقائدي وروافده في مسميات اللجان الشعبية من خلال الأعمال الإرهابية التي تهدد اليمن ومحيطه الإقليمية وتحديدا طرق التجارة العالمية في البحر الأحمر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وحزب الله تقدم رسائلها الإرهابية إلى المجتمع الدولي بما تسميه الرسائل التحذيرية التي تضع معادلتها في الميدان أما تحقيق مضالبها غير المشروعة والمستحيلة كما وصفتها الأمم المتحدة أو ذهابها إلى أعمال إرهابية تهدد مصالح العالم في مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية ميليشيا الإرهاب الحوثية لا تضع في الاعتبار مصالح اليمنيين وإنما تقدم في أولوياتها مكاسب ما تسميه بمجلس الجهاد الحوثية وأولويات الدعم المقدم لها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في لبنان لذلك ترهن على نجاح تهديداتها الإرهابية في خضوع المجتمع الدولي لمضالبها أو القبول بما تمثله من تهديد إرهابي لليمنيين ومعهم ما يرتبط بموقعهم الجغرافي الهام من مصالح إقليمية ودولية إلى ذلك اتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بارتكاب جرائم حرب بعد انتهاء الهدنة التي تسعى الشرعية حاليا لإعادة أحيائها من جديد في ظل إرسال الميليشيات عدد كبير من أوراق الحرب التي جففت حاليا المنبع المالي الوحيد للشرعية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكد بأن الحوثيين قد ارتكبوا جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في اليمن نبون يمر على الشارع اليمني بكل سهولة فما أكثر اتهامة الحوثي وما أضعف عجز الأمم المتحدة عن تصنف الميليشيات الحوثية جماعة إرهاب بمثل هكذا أنبا تضيق مسارة الحل السياسي وتؤكد المنظمة الدولية الرائعة للسلام في اليمن أنها قد وصلت إلى حائط صد كبير في التفاهمات مع الميليشيات التي تطل عن الأمم المتحدة بأكثر من رأس في المفاوضات التي تجري حاليا على شكل اتصالة بصرعة ومفاوضات غير معلنة النتائج في مسقط ويظهر من سياق السياسة اليمنية والتصعيد الحاصل بأن طرف الحوثيين هم الأكثر صراحة في المعادلة التي حاصل ضربها وجمعها وطرحها عودة الحرب في اليمن بدون أي مسارات أخرى إذا مرتضت الشرعية الحفاظ على حقها في السيادة خصوصا أن التهديدات الحوثية قد وصلت إلى إفقاد الحكومة اليمنية مصدر دخلها الوحيد الطريء حاليا على مسارة السياسة والحرب في اليمن هو تصنيف مجلس الدفاع الوطني للحوثيين جماعة إرهاب محلية وهو ما قال عنه مجلس الوزراء في اجتماعه قبل أيام أنه تصنيف بحاجة إلى اعتماد عدد من الإجراءات الخاصة بعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية هذا وينتظر الشارع اليمني نتائجتها بادل الأوراق السياسية والعسكرية بين الحوثيين والشرعية حيث تشير النتائج إلى أن تمسك الشرعية بمسميات تمديد الهدنة قد يمنح الحوثيين تنازلات تحت يافطة الإنسانية وهو الأمر الذي يقلص المساحتين السياسية والعسكرية للشرعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وقد أكدت الحكومة رفض الابتزاز الحوثي بمهاجمة المنشآت والموانئ النفطية وتعهدت بحماية مقدرات الشعب لطمأنة شركات النفط الدولية في ظل إعلان شركة كالفالي الكندية ايقاف عملها ايقاف شركة كالفلي بيتروليوم النفطية عملها بحضر موت يعكس تداعيات هجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة على موانئ النفط اليمنية في الضب بحضر موت والنشعيمة بشبوة الشركة الكندية اصدرت بيانا اكدت من خلاله ايقاف عملها في القطاع التاسع بمنطقة الخشعة بحضر موت شرقية البلاد ابتداء من مطلع الشهر الجاري وطالبت كالفالي شركات المقاولة بيتروماسيلا بحضر موت والعقلة في شبوة بمغادرة مواقعها واغلاق مكاتبها وتسريح موظفها ومعداتها ويأتي هذا القرار للشركة الكندية بعد اعلان شركة بيتروماسيلا المشغلة لقطاعات النفطية في شبوة قبل ايام ايقاف عملية الانتاج في ظل امتلاء خزانات موانئ التصدير بسبب وقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية الارهابية في مقابل تضرر القطاع النفطي من الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط حاولت الحكومة اليمنية احتواء تلك التداعيات وطمأنة الشركات الاجنبية العاملة في اليمن رئيس الحكومة معين عبد الملك وخلال اتصال مرئي مع بعثة الاتحاد الاوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى بلادنا اكد رفض الابتزاز الحوثي للحكومة متعاهدا بحماية مقدرات الشعب وذلك على خلفية استمرار الميليشيات في تهديدها بمهاجمة المنشآت والموانئ النفطية في سياق سعيها لتقاسم مبيعات النفط الخام المستخرج من المناطق المحررة مراقبون يؤكدون ان صراع الدائرة في اليمن شهد تحولا خطيرا باتجاه موارد النفط التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليا فهل تستطيع الحكومة الشرعية حماية الموانئ النفطية من هجمات الميليشيا الارهابية واعادة تصدير النفط ام ان ابتزاز الميليشيا الحوثية سيمكنها من الحصول على حصة من كعكة النفط والغاز في المناطق المحررة بعد نهب ومصادرة عائدات موانئ الحديدة انتحار نزيلة في السجن المركزية بصنعاء بقطع شرايينها بعد تعرضها لتعذيب شديد من قبل إدارة السجن الذي تكتظ أسواره بالعشرات من النساء المعتقلات من قبل الميليشيا الحوثية ناهيكا عن المخفيات قصريا وسط مناشدات للإفراج عن المعتقلات ووقف العنف الحوثي ضد المرأة اليمنية وسائل التعذيب الوحشية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الارهابية بحق السجينات القابعة في معتقلاتها ظلما يبدو أنها ستجرهن للانتحار هربا من الممارسات الحوثية والانتهاكات التي يتعرضن لها كل يوم ومنها إقدام عائشة المطر على الانتحار عقب تعرضها لتعذيب شديد من قبل إدارة السجن المكتمة لمصير السجينة وفق تأكيدات أقاربها وأمام صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية يكتظ قسم النساء في الإصلاحية المركزية بمئة السجينات التي واجهن شت صنوف التعذيب والترهيب فيما تخفي الميليشيات الحوثية العشرات منهن في معتقلات سرية بحسب تقارير أممية وحقوقية وسط دعوات إنسانية وحقوقية للمنظمات الدولية لزيارة هذا السجن وغيره من الزنازين الحوثية وللطلاع على وضع السجينات بمراكز التوقيف وخلال أغسطس الماضي كشف تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن أن عدد النساء المعتقلات في سجون الميليشيات الحوثية تجاوز 1800 امرأة حيث تم تسجيل 311 حالة إخفاء قصري و614 معتقلة من الناشطات الحقوقية والقطاع التربوي ووثق التقرير عددا من حالات الانتحار في سجون الميليشيات التي ترتقل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأوضحت الدراسة بالأرقام مدى حجم العنف الذي تعرضت له المرأة اليمنية منذ بداية الصراع في البلاد مما أدى إلى مقتل 1691 امرأة وإصابة 3655 امرأة واختطاف 157 من قبل ميليشيا الحوثي التي أصدرت 193 حكما غير قانونيا ضد النساء بتهم واهية وملفقة منها التجسس والحرب النائمة حسب زعمها ورغم المطالبات المتواصلة لمجلس حقوق الإنسان في جينيف لميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنع وعدد من المناطق والإفراج عن المخفيات قصرا غير أن كل تلك المطالبات والدعوات رمت بها الميليشيات عرض الحائط مواصلة عنفها ضد المرأة قتل وأصيب 29 مدنيا جراء انفجار الألغام الحوثية ومتفجرات من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات خلال أكتوبر الماضي ما يؤكد استمرارية خطورة الألغام في ظل الهدنة وبدونها في زمن الحرب وحتى انحل السلام تظل ألغام الحوثي الموتى المتربص بخطوات الأبرياء على الدوام المرصد اليمني للألغام في إحصائية جديدة للضحايا خلال أكتوبر الماضي أكد مقتل وإصابة 29 مدنيا جراء انفجار الألغام الحوثية ومتفجرات من مخلفات الحرب في عدة محافظات الإحصائية كشفت عن مقتل 16 مدنيا بينهم 7 أطفال وامرأة وإصابة 13 آخرين بينهم 6 أطفال إحصائية المرصد اليمني وإن كانت لأكتوبر الشهر الذي بات خارج إطار الهدنة الأممية في ظل رفض الحوثيين تمديدها لا يعني أن الهدنة الأممية ساهمت في الحد من ضحايا الألغام فقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية في اليمن إلى أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنيا خلال الفترة بين إبريل وسبتمبر 2022 بواقع 95 قتيلا و248 جريحا المتفجرات لا تزل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين في اليمن وتلحق بهم خسائر فادحة خاصة للأطفال والنساء أكثر الفئات ضعفا هكذا تقول الأمم المتحدة في حين أشارت تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني مشروع مسام لنزع الألغام الذي بدأ عمله منتصف العام 2018 في المناطق المحررة فقط أكد نزع نحو 370 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في حصيلة كبيرة لما تم نزعه لكن ما خفي في باطن الأرض أعظم في ظل التقارير التي تشير إلى أن خطر الألغام والأجسام غير المتفجرة يظل قائما لأكثر من ثلاثة عقود ترجمة نانسي قنقر 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 شكراً لكم 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 لكل جلسة تقريبا شح في الأدوية والدعم الطبي اللازم تكدس حالات المرضى خاصة من الفشل الكلوي دون أي ترعاية اتظار المريض لساعات لعمل جلسة غسيل واحدة هذا ان توفرت مكابدة من الصعب وصفها ففي الوقت الذي يتحمل فيه المرضى معاناة الآلام تكون التكاليف العلاجية للغسيل هم من يضاعف من هذه الآلام بهكذا حال يعيش المرضى في اليمن وسط مطرقة شح المواد الطبية اللازمة وارتفاع أسعارها في جنوب الحديدة يعاني آلاف الطلاب من عدم توفر المنهج الدراسي خصوصا مع اقتراب موعد الاختبارات النصفية للمرحلة الأساسية حيث يتلقى ما يزيد عن ثمانية آلاف طالب وطالبة في مدينة حيس تعليمهم داخل مدارس كانت هدفا لنيران الحوثيين وتفتقر لأبسط مقومات العملية التعليمية مع اقتراب موعد الامتحانات النصفية لطلاب المرحلة الأساسية يحرص الجميع على استيعاب دروسهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة فطلاب مدينة حيس عادوا إلى مدارسهم بعد استكمال تحرير وتأمين مدينتهم يتلقون تعليمهم من أجل التحصيل العلمي والرقي لكن مدارسهم للأسف تفتقر لأبسط مقومات العملية التعليمية وسط توافد كبير للطلاب القادمين من المناطق المجاورة مجلسة النهضة تفتقر لكثير من الأشياء التعليمية والتربوية مثل كراسي والكتب وبعض الأساس وبعض الأدوات الإدارية والمجلسية ولهذا نطالب الديهات المعنية لتزويد هذه المجلسة بما تحتاج حيث أن الطلبة أصبحوا مضاعر الآن الذين أتولى من الخارج المدينة أصبحوا كلهم في مجلسة النهضة والآن عدد الطلاب في مجلسة النهضة ما يزيد على 1500 طالب أجرت المدرسة لخمس سنة صف ثاني والآن ما رقعت كده لأنني صف سابع رقعته ولا في الكتب ولا ماسات ولا شبابي ولا أبواب يعني المدرسة خالية من كل شيء مشهد يلخص معاناة عشرات المدارس في حيس وريفها ويعبر عن آلاف الطلاب الذين أصبح اقتراب الإختبارات النصفية بالنسبة لهم أشبه بكابوس يقض مضاقعهم نتيجة عدم توفر المنهج الدراسي كاملا واقع يدفع ثمنه الطلاب في مناطق جنوب الحديدة قل إحنا ربع سنين ما ندخلش المدرسة ينقص إحنا أكثر أكثر شيء الكتب ما عند إحناش كتب بل مثل نور الأسادي ذا يكلف إحنا بالواقبات وينقص إحنا الكتب ما عند إحناش نشتي عن الكراسي والفصول مستحمة مرة يتلقى الطلاب دروسهم في مدارس نالت نصيبا كبيرا من قصف الحوثيين حتى أن رصاصها منقوش في قدرانها وداخل فصولها تأهبا لاختبارات النصف الأول من العام وسط تدهور تعليمي ملحوظ في أبسط الأشياء التي تضمن استمرارية العملية التعليمية كنا ندرس برع في الشوارع في تحت الشقار تحت ذا في المطار الحمد لله بعد التحرير أصبعا ندرس داخل المدارس بدون طرابيز بدون أي شيء والطرابيز من خربة بدون طواق بدون أي شيء والريح يضرب حنيه والمطار والمدرس فيها عثار قاسف نطلب أنني صالحوا إلى المدرسة ونطلب طرابيز حتى الآن طالعنا إلى ثانوية مدرسة يعني كما تشاهدوا الآن ما زالت أثار الحرب عليها وهذه الأشياء تؤدي إلى اكتئاب الطالب وإلى المنظر هذا المنظر الذي المقيف هذا الرصاص وإلى الأشياء النجد نغير هذا المنظر بمنظر جميل وتحويل المدرسة إلى شيء جميل مبنى تعليمي حقيقي والمدرسة مكتظة بالطلاب ثمانية آلاف طالب وطالبة في حيث بعد استكمال التحرير وعودة الحياة عادوا إلى مدارسهم التي كانت خطوط تماس في المدينة وأطرافها وكانت هدفا عسكريا لنيران الحوثيين لأول عام بعد أربع سنوات من المأسا والدمار يقضون دراستهم في مدارسهم التي ألحقت بها هذه الحرب الضروس وبالمنظومة التعليمية أضرارا وخسائر جسيمة إلى مأرب حيث يواجه المواطنون صعوبة كبيرة عند تلقيهم حوالات مالية بالعملة الصعبة حيث تفرض محلات الصرافة عمولة على استلامها أو صرفها بالعملة المحلية وبسعر صرف أقل من السوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن تعتمد آلاف الأسر اليمنية على الحوالات المالية لكنها لا تنجو من طمع وقشع محل الصرافة ففي محافظة مأرب أول ما يفكر فيه المواطن عند تلقيه حوالة مالية بالريال السعودية والدولار هو كيفية تجاوز حجج أصحاب محل الصرافة بعدم وجود العملة وليس لديه خيارات سوى استلامها بالعملة المحلية بفارق سعر على السوق أو السماح للصراف بأخذ عمولة واستلامها بالعملة الأجنبية وهي خيارات يشترطها الصرافون ممارسات غير قانونية وأساريب تتبعها محلات صرافة بمحافظة مأرب بهدف الحصول على أرباح مضاعفة أعباء تضاف إلى معاناة المواطن من فارق الحوالات المالية بين عدن وصنعاء والتي وصلت إلى 110% التقينا أحد المواطنين بعد حصوله على مبلغ تم تحويله من شقيقه بالريال السعودي وبعد إتمام معاملة الحصول عليها لم يتمكن من الحصول على حوالته المالية بالمبلغ السعودي وأخذها بصرف العملة المحلية مجبرا والله جاءت لي حوالي من السعودية 700 ريال أستلمتها من إكس بيريس كل قعيطي ما أرضي يقبرنا حتى النص من المبلغ سعودي ما أرضيش اشتعوا مولا وهم يقبوها أضطرات شليت أخذها 210 يتعرض المواطنون في محافظة مأرب لضغوط من أجل الحصول على حوالاتهم المالية تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى شريحة واسعة من المجتمع وتعود حالة الفوضى في محل الصرافة وفقا لمراقبين اقتصاديين إلى غياب سلطة الرقابة على عمل المصارف والبنوك تدرك الجهات المعنية جيدا نحج ما يتعرض له المواطنون في محافظة مأرب بسبب الممارسات غير القانونية من قبل محلات الصرافة رغم ذلك لا زالت الرقابة غائبا عملية ابتزاز واضحة يتعرض لها المواطنون في محافظة مأرب عند تلقيهم حوالات مالية بالعملة الصعبة من قبل محال الصرافة بالمحافظة من خلال التلعب بسعر الصرف أو تحويل العملة إلى فرض رسوم على استلام الحوالات المالية في ظل غياب الرقابة والقوانين لقناة اليمن اليوم فواد المجيدي محافظة مأرب حول تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش لدى صغار الصيادين كان لإحدى المؤسسات التنموية في مدينة المكلة بصمتها في هذا الجانب من خلال مشروع تدريبي لصغار الصيادين يعد من المشاريع التي يتطلبها القطاع السمكي في اليمن انطلاقا من الأهمية التي يكتسبها القطاع السمكي ودوره في الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي اختتم بمدينة المكلة بحضر موت البرنامج التدريبي لصغار الصيادين والذي نظمته مؤسسة صلة للتنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي والذي يأتي في إطار مشروع تحسين الأمن الغذائي والسبل العيش لصغار الصيادين هذا المشروع من أهم المشاريع في القطاع السمكي والذي يستهدف صغار الصيادين بعدد من الدورات التدريبية طبعا البرنامج التدريبي يستفيد منه 50 صياد من الجمعية التعاونية لصيادين مديرية المكلة بعدد ثلاث دورات في مجال تداول وجودة الأسماق وكذلك في جهاز كاشف الأعماغ طبعا المنحة ستقدم لخمسين صياد في نهاية هذا المشروع خمسون صيادا هم من شملهم المشروع الذي تضمن في دورته برامج ودورات تدريبية شملت عملية تداول الأسماق من مرحلة الانطلاق للصيد وحتى مرحلة الإنزال والتسويق وكيفية صيانة وتشغيل جهاز كاشف الأعماغ إضافة إلى تدريب الصيادين على أسس التوثيق المالي بما يحسن من مستوى الصيد وتداوله بطرق صحيحة وسليمة علمت نحن الكثير كثير وأشكرها كثير علمت نحن الكاشف الأعماغ ودورة التموين ودورة التوفير أشكرها جدا جدا وعلى المنحة للصيادين هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة جدا الذي يضم محاور كثيرة دورة التنظيم أو التثقيف المالي هي أحد المحاور جاءت لتعالج إشكاليات لدى الصيادين الصيادين قطاع السمكي معروف أنه قطاع واعد وقطاع حيوي ويعتبر من قطاعات اللي بقت حية برغم الأوضاع اللي مرت بها البلد إلا أنه بقى هذا القطاع يقدم للبلد رغم أيضا في المقابل الجحود أو حالة عدم الاهتمام الذي يلاقيها القائمين والعاملين في هذا القطاع إلا أنه لنا أن نتصور أن هذا القطاع بموجب إحصائياته هو يستوعب أكثر من 50% تمام من العمالة فهو يعني يكفي البلاد شر البطالة وأذاها ويوفر فرص عيش كريمة بناء قدرات صغار الصيادين وتنمية مهاراتهم العملية وتزويدهم بأجهزة وأدوات خاصة بالصيد تعد من الأولويات الضرورية التي يستوقب استمراريتها من قبل الجهات المعنية والتنموية بما يعزز سبو الكسب العيش وتسهم في زيادة الدخل الفردي والوطني وبعد معاناة طويلة مع الإعاقة توصل أحد المعاقين بحضر موت إلى ابتكارات تساعده على التنقل والصعود ويستفيد منها الكثير من المعاقين من ذوي الإعاقات الحركية يقال بأن الحاجة أم الإختراع وهذا ما جسده المبتكر فائز الحرش من ذوي الهمم فائز من أبناء مدينة تريم بحضر موت أجبرته إعاقته ومعاناته الكبيرة على التفكير في شيء يغير مجرى حياته يحظوه الأمل والعزيمة في تحقيق ما يصبو إليه حيث ابتكر دراجة نارية ثلاثية الإطارات تساعده في التغلب على الإعاقة إضافة إلى إقدامه على صنع رافعة تعينه على الصعود إلى المركبات الدافع اللي خلانا أفكر في هذه الفكرة هي حاجاتي الماس أنا الكرسي متحرك وأيضا لسبب الإعاقة اللي عندي إحدائي لرافعة ترفعنا مثلا في ركوبة في السيارات تساعدنا وحتى على الكرسي يعني فكرت في هذه الفكرتين يعني الحمد لله يعني نيحت إلى حد ما بس تحتاج إلى تعديل وتضوية يعني لو بيكون مثلا في مصنع هكذا أو في ورش متخصصة يعني بيكون أفضل يعني ابتكارات أصبحت واقعا ملموسا يستفيد منها الكثير من ذوي الإعاقات الحركية والذين أعجبوا بابتكارات فائز وأقبلوا على استخدامها بما فيهم تلك الجمعيات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين نشكر الأخ فائز على اهتمامه هذا اليوم صلحنا حد الراية هذه وأنا الآن عندي بقالة هنا وأنا احتياجاتي كلها يبهى عبر السيكل هذه اعتبر الصانع الأول أو صاحب الحرفة الأولى والابتكار الأول من صنع عربة من شريحة المعاق حتى يستطيع المعاق أن يخرج من بيته ويلبي احتياجاته بنفسه ويتجول داخل أروقة مدينته ومنطقته ويقضي حوائجه بنفسه حقيقة هذا المجال الذي أبدع فيه أخينا فائز بالعربات أما من حولها من عربية أو من دراجة نارية عادية يستخدمها الأسوية يستخدمها إلى من يستخدمها المعاق أيضا بالإضافة إلى الأفضل مشروع الذي هو لمسناه استفدنا منه جميع الشريحة ذوي الإعاقة وليس فيما في تنقل هذه الشريحة في مدارسهم في أعمالهم الإبداع لا يعترف بالصعوبات والمعوقات وهذا ما يفعله فائز لكن مثل هذه المواهب بحاجة إلى الدعم والرعاية والتحفيز لتشجيع مثل هؤلاء النوابغ على العمل والابتكار والمساهمة في خدمة المجتمع وبهذا التقرير مشاهدين الكرام تنتهي حلقة هذا الأسبوع من المدار ألقاكم على خير الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر